نهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي أتم إجراءات رعاية نادي دالفي أحد أندية القسم الثاني به والنادي الأهلي عين الكابتن ربيع ياسين مديراً فنياً للفريق فريق دالفي بعد إتمام إجراءات الرعاية على أن يعاونه كابتن حمادة مرزوق كابتن ربيع ياسين بدأ مهمته بالفعل مع نادي دالفي وقاد المران الأول للفريق رفقة جهازه المعاون فريق دالفي بعد رعاية الأهلي هيكون أو هيتكون من بعض عناصر الفريق القديمة إضافة إلى بعض عناصر فريق أي 2003 و2004 بالنادي الأهلي فيما يتعلق بالفريق النسائي هيكتفي الأهلي بالحصول على عدد من لعبات نادي دالفي على أن يبكي كل فريق منفصل في دوري السيدات الفترة الماضية تواصل عدد من الأندية مع إدارة النادي الأهلي التفاق على رعايتهم لستكار الإدارة على فريق دالفي في نهاية الأمر إيه بقى الحكاية دي؟ نفهمها نعرفها إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه أصلا النادي الأهلي يرعى نادي يخش معاه في شراكة؟ إيه أسباب ده؟ هيفيد النادي الأهلي بإيه؟ وهيفيد أيضا النادي دالفي بإيه؟ نفهم أكتر مع الأستاذة عيدة إسماعيل رائعي أو يعني رئيسة نادي دالفي يا فندم مشرفة ومنورة سعيد جدا متواجد حضرتك معي أنا أسعد مساء الخير يا كابتن كريم بس أنا رائعية نادي دالفي وليست رئيسة نادي دالفي أهلا بيك يا فندم ممكن تشرح لنا ما هو يعني الشكل بتاع الرعاية النهاردة ما بين النادي الأهلي ونادي دالفي إيه الحكاية دي عشان برضو هي جديدة علينا شوية مش فاهمينها فلو حركت تشرح لنا بشكل أوضح هو نادي دالفي نادي كان نشئته سنة ألفين وكان بيدخل بكرة طايرة كلعبة أساسية وبعدين كرة ياد ثم بدأنا في كرة القدم حققنا قويس في الفولي والهنبول ولكن القدم احنا مش بقوة ان احنا نقدر نستمر بقوة كبيرة قطعا فيه إمكانيات في اللعيبة قويسين إدارة الأهلي كان عندها رغبة في انها تضم نادي من درجة مختلفة أظن أن عن طريق إدارة الأهلي المتميزة في كرة القدم والإدارة الجيدة الفريق سيطلع الأهلي سيستفاد وديلفي سيستفاد ديلفي سيستفاد إزاي والأهلي سيستفاد إزاي؟ خبرة الأهلي طبعا كبيرة في مجال كرة القدم وبالتالي هيقدر أنه هو ينمي ديلفي وإلى جانب أنه هو هيقدر يشارك ناشئينه الصغيرين اللي ما بيقدروش يشاركه في الدرجة الأولى ويتمرنه تمرين كويس ويطمن تسويق ولاده بطريقة متميزة أستاذ عايدة إسماعيل رأي نادي ديلفي شكرا لهذه التوضيحات المهمة كده فهمنا وأشرح لك أكتر أنه في بعض اللاعبين ما بيتقيدوش في الفريق الأول ما بيشتغلوش مع الفريق الأول فيه بيبقى تخمة في اللاعبين الشباب في فرق الشباب فالنادي الأهلي بدل ما يستغنى عن اللاعبين دول أو بدل ما يعيرهم لو النادي الأهلي وصل للحد الأقصى من الأعراب بتاعته فبدل ما يستغنى عنه يفضلوا اللاعب دي بتاعته بيلعبوا مع نادي ديلفي بنفسه مع الفريق الأول في دوري أدنى هو الدرجة التانية بس يضمن أن هم بيشاركوا بيلعبوا باستمرار وممكن الأهلي يستعيد منهم أي لاعب فيه المستعبل القريب أو البعيد أو حتى يسوقهم فكر 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 محترم وفكر محترف من النادي الأهلي طيب